السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو عاجل لتعطيل الدوام الرسمي تقرر تعطيل الدوام وفرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع كامل بسبب دخول الموجة الثالثة من فيروس كورونا بحسب قرار صادر من خلية الأزمة في محافظة الذقار يعني محافظة الذقار عطلت الدوام الرسمي لمدة أسبوع كامل بسبب دخول الموجة الثالثة من فيروس كورونا وهنا عدنا محافظة البصرة أن ندرس خيارات عديدة من أجل السيطرة على الموجة الثالثة من فيروس كورونا وسيتم أصدار القرارات خلال الساعات المقبلة وهنا عدنا وثيقة من محافظة واسط تقل الساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإن شاء الله أنتم المدارس بالنسبة لامتحاناتكم بشهر السابع لحد الآن ماكو خبار عني يعني ماكو قرار تم تأجيلها أو يعني باقي على موعدها لحد الآن أي قرار يصدر بالنسبة للامتحانات إن شاء الله راح أنزلق لكم